أهلا بكم أوقف الاحتلال الإسرائيلي عملية بناء المدرسة الوحيدة في بادية عين سامية شرق مدينة رمالة بعد أن شرع ناشطون فلسطينيون في بنائها وهي اليوم مهددة بالهدم على غرار كل بيوت الصفيح والخيام في بادية عين سامية فالاحتلال هناك يحرم الفلسطينيين حق البناء ثلاثون عائلة تعيش في بادية عين سامية شرق رمالة ولا مدرسة لأولاد البادية وبناتها يمنع الاحتلال الإسرائيلي بناء المدارس هنا ويمنع بناء البيوت بل إن كل بيوت البادية مهددة بالهدم والله يا سيد ما فيه بيت إلا مع خطر شايف وممنوع الزيادة البناء يعني أنت تعرف هالساعة اللي عنده أولاد هانا سامية تجوز لولد بيقدرش يبدي له محز في الليل بنى نشطاء فلسطينيون مدرسة في البادية استغلوا منخفضا جويا وبدأوا البناء ليلا العمل في المهار هنا خطير لأن الاحتلال يراقب المكان مدرسة بادية عين سامية ستظهر إلى النور إن شاء الله غدا صباحا في الصباح ظهرت المدرسة على قمة الجبل المقابل لها يعيش مستوطنون رآها فجاء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المكان وهو ما كان متوقعا أصلا بعد يومين وصل الاحتلال لهاي المدرسة واكتشف إنها موجودة فأحد ضباط احتلال حكى لأخونا بناجح إننا بنعرف إن الدنيا بتشتي مطر بتشتيش مدارس المدرسة مهدرة بالهدم مؤسسات حقوقية تحركت لإصدار قرار من المحكمة العليا الإسرائيلية لمنع هدمها البت في مستقبل المدرسة سيكون في نيسان أبريل المقبل المدرسة ليست جاهزة بعد ومع ذلك يأتي تلاميذ بادية عين سامية إليها يلعبون في ساحتها ويتفقدون غرفهم الصفية هذا الصفيه بالنسبة إليهم حلم كبير سيوفر عليهم المشي سبعة كيلومترات يوميا بحثا عن التعليم من بادية عين سامية شرق رام الله عميد شهادي العربي ومن رام الله نرحب معنا بالسيد عصام عاروري وهو مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان أهلا وسلام بك معنا المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت أمرا بمنع هدم هذه المدرسة لمدة عشرة أيام مات بعد انقضاء هذه المدة سيد عصام وإلى أي مدى يصبح سيناريو هدمها واردا؟ كما أوردتم في التقرير تمت إقامة هذه المدرسة في الخامس عشر من شهر كانون الثاني المنصر وبعد ثلاثة أيام جاءت سلطات الاحتلال وأعطت أمرا فوريا بإزالتها نجحنا في اليوم التالي في استصدار أمر احترازي من المحكمة العليا يمنع هدم المدرسة ولكن المستوطنين الذين يراقبون المنطقة على مدار الساعة عادوا إلى المحكمة العليا في 26 من كانون الثاني أي بعد ثمانية أيام من استصدار الأمر الاحترازي وادعوا أنهم ضبطوا عمالا يضيفون على المدرسة علما بأن من ضبطوهم كانوا يحاولون إغلاق ثغرات في بناء المدرسة تسرب الريحة والمطر على الطلبة تحت ضغط منخفض جوي أثر على الأطفال قدمنا ما يثبت للمحكمة أنه لم تجري أي إضافة ووافقت على استمرار سريان الأمر الاحترازي حتى النظر في القضية مجددا في نيسان سيد عيسام مركزكم مركز القدس ولكننا في الأثناء وبالتعاون مع الأهالي نعم لو سمحت لي المركز التي تديره حضرتك مركز القدس للمساعدة القانونية أكد أن هناك فريق قانوني يعمل على إصدار ترخيص لهذه المدرسة ما هي فرص نجاحه ومات عن الخطوات الأخرى التي اتخذتها أو قامت بها المؤسسات الحقوقية الأخرى نعم أولا نجحنا في تقديم طلب ترخيص وتم تسليب طلب الترخيص وهذا يعني أن تسير المدرسة في مسار قانوني يعتمد على قانون التنظيم والبناء الأردني ومنعنا من تطبيق بعض الأوامر العسكرية التي تتيح لهم الهدم الفوري للمدرسة فرص ترخيص المدرسة على المدى القريب شبه معدومة حيث أن استهداف المدرسة يأتي ضمن سياسات التطهير العرقية التي تستخدمها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي بموجبها وعلى أثرها أكثر من 90% من العائلات البدوية والرعاوية المقيمة في المنطقة المصنفة جيم لديها اختارات بالهدم والترحيل وفي تلك المنطقة تحديدا هناك 23 مبنى آخر تلقت اختارات بالهدم نحاول ما أمكننا عرقلت ومد ذلك ولكن في ظل الأفق المحدود نفكر بإجراءات أخرى لممارسة الضغط السياسي على سلطات الاحتلال يعني المدرسة على سبيل المثال أنت تتحدث عن سياق عام طبعا هناك ترهيب وترويع للفلسطينيين خاصة في هذه المنطقة المحاطة بالمستوطنين هذه المدرسة على سبيل المثال أقيمت على ما يبدو بتبرع أوروبي هل يمكن للممولين أن يشكلوا ضغطا على الاحتلال هل من أدوات للصمود لتعزيز البقاء في هذه المنطقة نعم سوف نحاول الآن توظيف جهد دبلوماسي للضغط على سلطات الاحتلال وكما ذكرت هي تم بناء هذه المدرسة بتمويل من الاتحاد الأوروبي وهناك يوم الأربعاء المقبل جولة للدبلوماسيين الأوروبيين للإطلاع على المدرسة ولقاء أطفالها ويأتي ذلك أيضا في سياق الجهد للضغط على سلطات الاحتلال التي استهدفت 220 مشروعا مدعوما من مانحين دوليين ودمرتها في الأراضي الفلسطينية المقتلة وفي ذلك مخالفة واضحة للمدة 55 من اتفاقية جينيفر الرابعة التي تفرض على سلطات الاحتلال تسهير تقديم الدعم الإنساني جزيلة شكر لك من رمالة عصام عروري مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عودة الآن إلى ناشلة تتابع معكم باقي ملفات هذه الفترة الإخبارية